اشتركوا في القناة والأهل بطل الثنائية والسومة عرسوا كل البطولات اشتركوا في القناة والأهل بطل الثنائية في الموسم السعودي بطل البطولة الأقوى وبطل البطولة الكبرى بطل الدولة السعودي وبطل الكأس الكبرى كأس خادم الحرمين الشريفين نرحب إذن بضيفي الكريمين في هذه الحلقة ترك العواد وحمز الدريس أهلا حمزة أهلا تركي سنذهب في هذه الحلقة سيكون لدينا تغطية من الملعب وتغطية من الأستوديو حمزة كيف كان العرس الرياضي ختام موسم سعودي بصراحة كان جميل جدا يعني أول شي تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أعتقد هذا فخر لكل الرياضيين الاحتفال اللي كان موجود داخل الملعب الحماس اللي موجود الحضور الجماهيري بصراحة رائع نهاية موسم رائع جدا التنظيم بدأ يكون على أعلى مستوى في الفترات الأخيرة وهذا هذا اللي يهمنا نحن كرياضيين يعني أقول للفريقين مبروك للفريقين تشروا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين يكفيهم فخر وشرف والمباراة حتى المباراة كانت من الناحة الفنية جيدة طبعا نتابع الصور المباشرة لإحتفالات النادي الأهلي مباشرة الآن من أستاذ الملك عبدالله أستاذ مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في جدة الأستاذ الجواهرة احتفالات النادي الأهلي بفوزه على النصر في النهائي بهدفين لهدف بعد امتداد المباراة لعشواطن إضافية إذن الأهلي بطل الثنائية في الموسم السعودي غاب الأهلي ولكنه عاد ليأكل الأخضراء بس تركي كيف كانت الاحتفالية تقديم ختام الموسم السعودي كان فعلا ختام يرسخ في الدهن صحيح أنا أعتقد أنه ختام رائع ختام مشرف لنا كرياضيين أنا أعتقد أنه جزء من قوة السعودية الناعمة هي في الرياضة يعني اليوم إحنا الجميع كان يتابعنا المباراة في مكان كان الجميع من كل الجنسيات يتابعونا وهذا شيء جدا رائع خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية أنا أعتقد أن السعودية استثمارها في الرياضة استثمار جدا رائع ومشرف طيب رح نتكلم عن أمور الفنية التي تخص الرياضيين لكن نتابع معكم الصور الواردة مباشرة في احتفالات النادي الأهلي المرة ثانية في نفس الملعب وقلال أقل من شهر الأهلي بطلا لكأس الملك البطولة أو بطولة الكأس الكبرى في السعودية ختام الموسم السعودي دائما بتشريف كبير من رجال الصف الأول في البلاد يتقدمهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إذن الأهلي لقب ثاني يضاف إلى سجلة سنحاول أن نتواصل معكم بمراسلين الموجودين في الملعب واحتفالات الأهلوين لكن نبدأ القصة من البداية أو نستمر في نستمر إذن في تفليج النادي الأهلي وكفالات الأهلوين بهذا اللقب الثنائية مستحقة حمزة؟ بصراحة مستحقة مستحقة للأهل الأهلي قدم موسم أكثر من رائع أمتلك الشخصية القوية في حسم البطولات أخذ بصراحة ما أخذ بطولات سهلة سواء بطولة الدوري أو حتى كأس خدم الحرمين الشريفين اليوم الأهل ما كان في أفضل حالاته الفنية لكن قدر يتعامل مع المباراة في شكل رائع يملك هداف خطيرة نسكننا أنه تركين الجادة في الموضوع بين حارس أهم أو هداف أهم وجود عمر السوم الهداف فأي لحظة فأي لحظة قدر يخلص المباراة للفريق من فرصتين ما كانت واضحة بشكل كبير ما كانت حقيقية النصر أعتقد أنه وضع المباراة في الشوط الثاني في المباراة الأصلية النصر قدم أداء جيد بصراحة يمكن من أرواع المباراة التي قدمها خاصة في الشوط الثاني الأصلي انتشر بشكل جيد لكن ما كانت الشخصية قوية أنه حاول يستغل فترة تركوز كم فريق مزروح؟ يعني بصراحة فريق حاول أنه يعود لكن اكتفى بتقديم المستوى الجيد ما بحث عن النتيجة خاصة في مباراة الكوز في فترات لما يكون الفريق الخصم غير جيد في الملعب مشتت في الملعب هذه فرصتك أنك تنهي المباراة ما كانت موجودة عند النصر لذلك الأهلي استطاع أن يعود من خلال الأشواط الإضافية بكارزمة الأهلي وشخصية الأهلي نستمر إذن في هذه الصورة المباشرة لإحتفالات النادي الأهلي إثنان من أهم صناع هذا الإنجاز سيد كريستين جروس سويسري الذي لننساه الأهلويين يحتفل الآن بجانب مدير دارة الكرة طريقة كيال والأهلويون يملؤون الملعب خضرة في موسمهم الأخضر تركيا ثنائية مستحقة أيضا؟ جدا موسم استثنائي استثنائي جدا ويستحقها دائما نحن نحسن الكرة ظالمة أحيانا ما تعطي الفريق لا تكون عادلة دائما المبدع أحيانا ممكن ما يحصل على البطولات ولكن هذه السنة كرة القدم كانت جدا عادلة الأهلي كان الفريق الأمتع الأكثر استحقاقا سواء للدوري وهو كان جدا متعب رغم أن الأهلي ترتعب بشكل كبير أكثر من أي فريق آخر لأنه كان عليه الضغوط أكبر استمر من خسارته من نجران استمر في الانتصارات ما عدا خسارته في العين في البطولة الأسيوية كان انتصارات متتارية حتى في الأوقات اللي ما كان يحتاج لنا يفوز شفنا في آخر مباراتين في الدوري ما كان يحتاج لنا يفوز ومع هذا قدر لنا يفوز خرح جدا تركيب عددناك نذهب إلى أستاذ الملك عبد الله مراسل العربية الزمين نايف السقيل ضمن فريق العربية الكبير الذي موجود هناك نايف إليك تفضل الحوة عندك كله أهلا بالتالي طبعا بشكل عاجل بشكل عاجل نجي مقابلة مع أسامة وسوي حتى يكمل احتفالات شكرا لك أسامة نبارك لكم الفوز وجمع الثنائية اليوم الحمد لله كل حال ألفل مبروك برامة كانت سهلة بتخصم قوي بتعطش يعني هذا الموسم ما حقق أي بطولة كان فريق نصراوي يعني كان ودي حق هذه البطولة إنه موسم على قل بطولة الحمد لله إحنا جماعنا الدوري والكاس هذه يعني حاجة كويسة موسم ممتاز لعبنا ثلاثة نهايات أو نهايين وحققنا الدوري تقيد موسم استثنائي للأهلي كانت تاريخية لكم هذا الموسم أيضا امتدت إلى الأشواط الإضافية كيف كانت تحملت الضغوط خصوصا وسط مطالبات جماهية طول أوقات اللقاء شفت الضغط يمكن على الفريقين يعني جمور حضر وآزر وقف معنا هذا الموسم وهذا شيء نقدم له صراحة فرا فعلا ما كانت سهلة صعبة شوات الضافية يعني كانت فرص لكل الفريقين لا كيف الناية توفقنا احنا ولله الحامد كابتن نلتزم معك بالوعد ولا نسألك عن تجديد عقدك شكرا جزيلا شكرا شكرا لك بالتالسة طيب نايف سبب نبقى ننتقل للعب آخر ونعود لك نايف أنت والزملاء يليس نتنقل في أكثر مكان في الملعب وننتقل إلى الأجواء كيف الأجواء نايف الجماهير الأهلاوية لم تغادر حتى الآن الملعب بالتأكيد الجماهير الأهلاوية ما زالت طبعا كابتن طارك كابتن جماعت الثنائية اليوم الحمد لله فضلنا الله الحمد لله كيف تم التأهيات لاعبين الأهلي لتحقيق هذا الانجاز التاريخ يعني نتعاملنا التعامل الاحترافي معهم نتعاملنا تجهيزهم كانت في نقاط تحول يجب إلى نفس الفرحة فأخذناهم عسكر قصير في قطر أربع أيام عشان نبعد عن نكسر عملية الفرحة بطولة الدوري ونجهزهم التجهيز على هدوث لأنه هنا كان صعب أن تجهزهم بسبب الأفراح وبسبب الشوارع كلها والعزائم والدعوات اللي من الجماهير أصعب اللحظات بالنسبة لك في مباراة اليوم متى كانت؟ كل المباراة المباراة كانت تجال فريق النصر كان فريق كويس أقدم شرط ثاني قوي جدا ولكن نحن الحقيقة استنزفناها بشوط ثاني وحاولنا أن نكسب المباراة على هدوث شكرا كابتن شكرا بالتالي سنحاول أن نتجه إلى منصة التتويج الآن كأس صحاد بن حاميني شايفين نبغي اللقطات يا ليت الزميل المصور يقترب أكثر نبارك لكم تحقيق الثنائية اليوم حملت ثاني كأس في هذا الموشم حققت تاريخية كابتن الحمد لله رب العالمين أعتقد يستحق هذا الجمهور الوافي اللي حضر ووثق بفريقه أعتقد الشوط الأول أعتقد كنا الأفضل الشوط الثاني نوعا ما النصر أفضل لشوطة الإضافية كانت متكافئة لكن الحمد لله أعتقد فوز مستحق في الموسم هذا شكرا كابتن شكرا بالتالي طبعا ما زالت المدهجات الأهلاوية ممتلئة بالجماعية الأهلاوية هي تحتفل أيضا اللاعبين الآن اتجهوا بالكأس إلى مدهجات الأهلي سنحاول أن نجاهز ضيوف آخرين ونعود لك إن شاء الله طيب شكرا نايف أنتو الزملاء الموجودين معك حتى في الجهة الأخرى ناخذ بعض أراء أعضاء الفريق الخاسر النصر وخنا نروح فاصل لا بالتالي مضطرين نروح فاصل نايف رح نرجع لك رح نرجع لك رح نرجع لك إذن وقفتنا الأولى بعدها ما كرأوا المباراة من الداخل كيف فاز الأهلي وكيف خسر النصر وما هي أسرار الثنائية الأهلاوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هو من يحسنها هو من يظهر في الوقت الزعب هو من يظهر في اللحظات المناسبة النهائي الكبير نهائي الموسم الكبير في الكرة السعودية الأهلي بطلة ثنائية نكرر وهذه تفاصيل بطولته الأخيرة هكذا استعد المؤشر قبل بداية النهائي بلحظات وعدم وجودهما في التشكيل الأساسية لم تمنعهما من الابتسام النصر سيبدأ بالعنزي أمامه الغامدي وهوساوي محمد حسين وعبد الغني في الوسط شايع والجبرين أدريان وخميس ومهاجمان مايغا وهزازي والأهلي بالمسالي وأمامه بالغيث واثنان هوساوي ومعهم عبد الشافي الجاسم المقهوي فيتفا ماركينيو المؤشر والسومة كريستيان جروس وراؤول كانيدا وكارلوس فيلاسكو خرجت الكأس وتجهازت لمن سيرفعها والمباراة النهائية انطلقت خمس دقائق كانت كافية ليهدد الأهلي مرمى النصر بدأ مع تسديدة لتيسير الجاسم من نفس الجهة ومن رمي التماس أيضا يسدد فيتفا كما سدد تيسير ربع ساعة كانت قد مرت بلا أهداف بعد نحو 23 دقيقة رأسية السومة الأولى استطاع العنزي إنقاذها ولكنه اكتفى بمشاهدة رأسيته الثانية تهز شباك النصر بعد هدف عمر تركوا مقاعدهم واحتفلوا من صغارهم إلى أعلى المدرجات من منطقة جزائه شكر المسيلين أما النصراويين فتشاءم والسومة بقي الأخطر توقفوا قليلا لشرب المياه وكانيدا الغاضب وعندما وجد نفسه أدريان بمواجهة المسيليم كانت خطورة النصر الحقيقية الأولى في المباراة لم يسجل البولندي وبقي نحو دقيقة يشرح للحكم كيف عرقله المسيليم والأخير بقي ينفي ومع أدريان والمسيليم كانت آخر ثواني الشوط الأول يشجعون بحذر هكذا كان النصراويين عند بداية الثاني وهكذا أصبحوا عند الدقيقة الثامنة والخمسين شعروا أن النصر أصبح الأفضل بمجهود من دخل الفريدي والفريدي واصل مساعيه توفق واشتهد فسجل التعادل في الدقيقة الواحدة والستين فرد النصر سيطرته على الشوط الثاني وأهدر لعبه فرصا للتسديد أمام المرمى وبقيت تعادل حتى الدقيقة الأخيرة عندما أوقفت تزديدة السومة قلوب المشجعين من الطرفين لكن هذه المرة لعنزي لم يكتفي بالنظر تمديد وأشواط إضافية المدربان وتعليمات وتوجيهات ومشجعون يؤكد أن النصر سيسجل الهدف الثاني أمنيته لم تتحقق بل عكسها تماما ظهر السومة مجددا قبل خمس دقائق من نهاية الإضافة الثانية محاولة النصر بالتعديل في الدقائق الأخيرة المتبقية انتهت بأن الفريدي فقد أعصابه وخرج بالأحمر انتهت المباراة يخسر النصر وبطل الدوري بطل الكأس رفي الحلوة العربية بطل الكأس وبطل الدوري ويتوجه الليلة في احتفالية كبيرة هي ختام الموسم السعودي سنذهب إلى الملعب الصور المباشرة مع حديث فنيا عن المباراة حمزة أبدأ من عندك خلينا نقرى المباراة فنيا كيف فاز الأهلي بالتالي الأهلي ما كان جيد فنيا داخل الملعب بدأ الشوطة الأول أول عشر دقائق لو شاهدنا المباراة النصر كان بداية أفضل بعد عشر دقائق قدر الأهلي يرجع لأنه الأهلي مشكلته كانت في خلال المباراة خاصة للأشواطة الأساسية أنه فقد السيطرة في وسط الملعب وجود ماركينه دائما بيقلل من إمكانيات الأهلي في الشواطة الإضافية الأهلي تحسن لأنه في الأخير الأهلي عنده شخصية قوية النصر ما استغل للفترات إلا الأهلي كان نازل فيها ما قدر يحسم المباراة الأهلي ما زال فريق قوي متمكن دفاعيا قوي عنده حارس مرمى رائع عنده مهاجم هداف لو نيجي نشوف نقول أفضل لاعب في الأهلي اليوم حنتجه لعمر السومة بشكل مباشر وشكل كبير لأنه الأعبيل الوسط كانوا غايبين المقهوة ما كان في أفضل حالاته تيسير ما كان في أفضل حالاته فتفة ما كان في أفضل حالاته عشان كده الأهلي ما ظهر من النحية الفنية بشكل قوي لكن في الأخير أكتسب من خلال ممارساته في الفترة الأخيرة شخصية الفريق القوي داخل الملعب حتى لما تكون فنية من تقوي تقدر أنك أنت توصل لهدفه أهم شيء أنه في الأخير ما يستجل فيه أهداف أقدر أن أسجل بوجود هداف متمكن أممكن أسجل من أنصاف الفرص عكس النصر النصر كان قادر أنه خلال سيطرته في الشوط الثاني بشكل خاص أنه كان يقدر أخطف المباراة وإنهيه هذا التوقيت المناسب من يوم ما اتجت المباراة في الشوط الإضافية أصبحت فرصة الأهل أكبر في الفوز لأنه عنده القدراء عنده عنده الشخصية ما يحتاج أحيانا أنك أنت لابد أنك تصنع هدف ممكن تسجل هدف من أقل فرصة لو شفنا الهدف الثاني لعمر السوما هدف ما هو سهل بالتالي ظهروا للباب أخذ دوران في فترة قصيرة وتسديد من أسرع ما يمكن يمكن النصر كمان ظروف المباراة ما ساعدته خروج عمراء وساوي كان مؤثر وجود عبدالله العنزي طول الشوط مصاب أقلق المدرف عملية إجراء تغيير أو دعم الفريق في وقت كان هو يحتاج بداية الشوط الأولى النصر ما بدأ بشكل بشكل جيد اللعب براسي حربة كان مؤثر بشكل قوي على خط الوسط لما صلح حفظه في الشوط الثاني قدر النصر يسيطر لكن الأهل أعتقد أن الشخصية كانت السببب الرئيسي شخصية البطل اللي كانت متوفرة في الفريق وجود هداف متمكن هذه الأسباب الرئيسية لفوز الأهل وحصولها على البطولة جميل الأهل ليس الأهل تركي لكنه فوز باللقاء بليوم يعني ما كان الأهل اللي عم عليه هلال في جدة في مبارات اللي حسن فيها الدوري ولا اللي حتى في نصف نهاية كاس الملك ورغم ذلك اليوم انتصار ليش؟ صحيح يعني الأهل أضرت فترة توقف أنا أعتقد أن الأهل النصر استفاد أكثر من فترة توقف لأنه الأهل كان فيه وضع جدا رائع لو الأهل اللي ونصر لعبوا قبل أسبوع أو بعد مبارات الفتح على طول أنا أعتقد أن مبارات ممكن تكون ثلاثة أربعة لفريق الأهل تكون أسهل لكن هل فترة التوقف هذه خلت الفريق يسترخي بشكل أكبر إضافة إلى أنه فيه يعني اليوم ما أعتقد أنه الأهل كان عنده مشكلة في التشكيل بقدر ما كان مستوى اللاعبين كان خارج الخدمة الرتن اللاعبين بأداءهم تيسير ما كان في أفضل حالاته المقهوي أيضا ما كان في أفضل حالاته الفتفة اللي كان نجم برايات الهلال المباراتين كان سيء اليوم في المبارات ما كان لها الوجود الكبير لذلك اضطروا أن يرجعون لسلاحهم الدائم اللي هو السومة اللي ممكن يسجل لك هدف حتى من كرة غير خطيرة ساعدهم في المبارات النصر وبدايتها غير الجيدة يعني أنت تعرف أنك تلعب مع أفضل وسط في المملكة كلهم لعبة منتخب تقريبا يعني أضف إليهم فتفة وضف إليهم ماركينيو فتضر معلش دام القطعة تيجي عندك تحملنا بنروح للزملاء في الملعب فهد شهري هالمرة وعمر السومة فهد عطنا السومة نعم بتال نعم بتال معنا ما أدري عريس المبارات هذه ولا عريس الموسم ككل كابتن عمر السومة وبين أخته عبد الله كابتن عمر ألف مبروك بأقل جهد سجلت هدفين حسنة المبارات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للرب يعني لكل شيء والله يبارك لك لا مو أقل جهود يعني يمكن اللي يلعب مو مثل اللي يتفرد كانت جو صعبة شوي مو بس على اللعبين كلها وانت عارة أكيد شفت المبارات الكل ما كان هذا مستوى كنا يعني مو سيئين بس يعني كنا وسط بدأنا الشوت الثاني بداية سيئة للأمانة قدروا النصر يسجلون هدف لكن بعد الهدف المبارات صارت يعني متساوية من الطرفين قدرنا يسجل هدف في الأشواط اللظافية وانهينا المبارات كلاعبين انت عارف يا كابتن بعد الأجواء احتفالية بالدولة بطولة بعيدة كيف عديتوا نفسكم في الأسبوعين الماضين والله شوف أنا حب أشكر الإدارة بشكل عام والكادر الفني على الفكرة اللي سووها نحاول يطلعون بر المملكة احنا معسكر على قطر وشاني بعدونا شوية على الاحتفالات والحمد لله يعني بالفعل كانت يعني إيجابية كثير المعسكر أنا أخوان اللعبين يمكن سمعتم كلام أكيد انتم انه اللعبين ممركزين وما عارف لا بس احنا قاعد نلعب يعني ما احنا مضغوطين بس هذا الموضوع كله بس لني يعني كابل كنا مباراة الدوري نلعب وشوية نفكر وهاي ها كل مباراة احنا مركزين فيها لكن قاعد نلعب ما في ضغط علينا عبدالله مشروع لعب لا والله مرة من جمع والله والله مشيته غلط شكرا مبروك يا عرب حبيب مشكور الله بتال أيضا معنا العراب الاهلي الجديد الرئيس الذهبي مساعد الزوائري آه مبروك الله يبارك فيك وسلمك أخوي الله يبارك فيك وسلمك الحمد اللهم لك الحمد كانت مباراة صعبة حتى حتى بلقطات المباراة أول لقطة لك الدقيقة 122 وين كنت وين كنت لا أنا في البوكس فوق بس أكيد المباراة اليوم فريق النصر فريق كبير واليوم أدى أداء جدا طالع بشكل بمقام سيدي خادمة حامين الشيفين والحمد لله اليوم لا النصر ولا الأهلي اليوم كلنا نحن فائزين اليوم سلامنا على سيدي خادمة حامين الشيفين هو أكبر شرف لنا والحمد لله يعني 120 دقيقة لازم واحد يطلع فائز والحمد لله بصراحة بصراحة حسيت في لحظات أن المباراة ممكن تروح من فريقك الأهلي والله للأمان إذا أقول لك ما حسيت لا والله حسيت كان النصر ضغط النصر يعني فتر من فترات ضغط مسك النصر وقعد بس الحمد لله الله وفقنا يا ربك الحمد لك أستاذ مساعد يعني تقريبا كل يوم في حديث أنه خلاص بالذات إذا حققت دوري وكاس أنه آخر سنة للأستاذ مساعد الزوح أني نبي تعليق مني والله قبل تقريبا أسبوع كنت مع أبو سائل طالع وقال سائل نفس السؤال هذه شاعات تطلع فريق العمل في النادي أعضاء مجلسة دارة بدأنا نعدل الموسم القادم من بداية الدور الثاني الحمد لله هذه شاعات طالع والله يتبلي في الخير إن شاء الله شاعات يعني مستمر نقول إن شاء الله يا رب شكرا على ذكرة ترى أبو سائر اسمعك أبو سائر مساك الله بالخير أبو سائر ويا حظ منه يطلع معك بداية رياستو يا الحبيب شكرا لازالت ممروك للمساعد هو أيضا الموسم هو رئيس ذهبي بطال ثنائية ووصيف أيضا في كأسولي لأهد يعني اكتساح أخضر بوجود مساعد وجه الخير على الأهلويين وين من الزمان شكرا فهد بنرجع لك مثل ما كان عندك جديد حفونا عن المقاطعة التركية كنا نتحدث عن الأهلي صحيح لأنه جزء من المشكلة إنه فريق النصر في الشوت الأول ما بدأ بشكل جيد يعني كان احنا كنا نتكلم عن كابت الحمزة البارح عن الفريدي لو يلعب من بداية المباراة خصوصا في وجود لاعب زي تيسير تيسير يطلع ويترك فراغ واحد يعني أحمد الفريدي في الفراغات يعني لاعب خطير وممكن يسوي لك كثير من مشاكل يظل الارتباك الأهلي في العشرة دقائق يقولوا له لو كان أحمد الفريدي موجود يعني كان المباراة ممكن تتحول بشكل كبير بداية المباراة بداية المباراة من بداية تشكيل بس ما يقدر أحمد العمارة كاملة بس أنت قادر أنك تخطف الأهلي في بداية المباراة وقادر أنك تغيرها النصر رجعتها أرهقتها بشكل كبير أنت تشوف يعني الأوقات الإضافية كانت أهلاوية بامتياز لأنه النصر عشان ترجع في مباراة ضد فريق زي الأهلي جدا متعبة نفسيا وبدنيا لكن لو أنه لعب من بداية المباراة بدأ الحزازي كان المباراة بتكون مختلفة إضافة لأنه مايغا اليوم كان واحد من أسوأ اللاعبين يعني أكثر لاعب وقع في أخطاء فاولات يعني في المباراة يمكن عليها عشر خمسة عشر فاول عندها يمكن ستة سبع تسللات حتى الهدف اللي يسجل أحمد الفريدي هو راح في الأفصايد يعني عندها كثير من المشاكل عكس السومة اللي جيتها فرصتين ومش محققة وقدر يسجل هدفين جميل أنا قاعد أسألكم عن الأهلة ترحون للنصر شي سالبة حمزة لا لأنه صراحة الأهلة فنية ما كان جيد داخل الملعب أعتقد أن حتى في حملية غروس في دارة المباراة تغييره للمقاهرة في الشوط الثاني ما كان خيار خياري جيد لكن نتكلم على شخصية الأهلة حتى اللاعبين لو سمعنا تعليقات اللاعبين كلهم كانوا مقتنعين إنهم ما أدوا مباراة زي ما شفنا الأهلة في الفترة الماضية طب خلينا نحكي عن نصر الشوط الأول كابتن يلعب بطريقة الإرساليات الطويلة لحظنا الرسلين الحربة لكل واحد يحاول ينزل كورة للثاني الشوط الثاني لا لحظنا الفريق يبني هجمته من الخلف وعلى الأرض ليش أول شي ساعد التراجع على أهل الأهلي الشوط الثاني من بداية الشوط الثاني كان متراجع بشكل قوي تغييرات يعني لما كان وجود الفريد الفريد أصبح يمسك كورة بشكل جيد الأصغر اليوم حسين قدم براء أعتقد أنها كانت جيدة كانوا بيتقدموا في وسط الملعب بشكل قوي جبريق قدم براء جيدة برضو في عملية الاستحوال النصر كانت مشاكله في عملية إنهاء لجمة كانوا بيوصلوا في مناطق خطيرة ما شفنا تسديدات ما شفنا استغلال الكرات الثابتة الفوارق الفردية بين اللعبين النصر واللعبين أهلي إلا أدت المبارا صعب جدا أن النصر تلعب برأسي حربة بصراحة ما هم في قمة حالاتهم أنت من تلعب برأسي حربة لما يكون عندك مهاجمين في قمة أدوارهم في قمة عنفوانهم الكرة وأوكي ممكن تعتمد أنهم يلغطوا على المدافعين كانوا قريبين جدا أنا أعتقد من الأشياء الخاطئة فروس الحربة أنه يكونوا قريبين من بعض المفروض يعتمدوا في تحركاتهم دائما تكون عكس بعض كل الكرات العالية والطويلة في وجود وسامو كانت خمسين خمسين لكن الشيطة التانية لما بدأ النصر يحط كورة على الأرض وبدأ يحاول أنه يضغط ويحاول يكسب مساحات في وسط الملعب أصبح متمكن بشكل أكبر قدم برأة على الأقل سيكونوا راضين لأنه في الأخير النصر فريق كبير جدا النصر لو كان الظروف أفضل من الظروف الضغط اللي مر عليه لأنه ضغط المباراة ما قبل المباراة كان كله على لعبين نصر حتى لو خسر المطولة وفي الأخير حقق هدفه الرئيسي لعكس النصر اللي بتحاول أنك تنجح موسمك الضغطات شفناها في الأشواطة الإضافية أنه اللعبين النصر ما استطاعوا يكمل المباراة مش موضوع أنه استنزاف كنتنا نلحق على الفريقين صراحة واتفاجأت أنه اللاعب السعودي هذا مستوى لياقتها يعني ما قادرين يركضون الأشواطة الأول لإضافية فما بالك بالثاني طبيعي بالتالي نهاية موسم نهاية موسم مع ضغوطات أول شيء نفسية بشكل كبير موسم طويل كان فيه خلال مشاركات مع المنتخب في البطولات الخارجية مع الفريق في البطولة الأسوية ضغط مباريات الدوري الضغوطات الجماهيرية كمان أحياناً سواء النصر أو الأهل يعني الضغط كان بشكل قوي دائماً جماهيرنا صراحة دائماً تضغط اللاعبين يعني تحتاج خبرة تحتاج أنه يكون عندك سقب نفسك بشكل كبير أنك في الأخير الخبرة الطويلة في الملعب هي التي تخليك ما تقع ضحية للضغوطات خلال روح للمرة ثانية للملعب احتفالات الأهلويين مستمرة بموسمهم الاستثنائي وبطولاتهم الاستثنائية هذا الموسم الأهلي هو كل شيء في الكرة السعودية هذا الموسم نايف من جديد إليك آخر الاحتفاليات أهلاً أهلاً بالتالط طبعاً الآن تبقى بس مهند عسي وسلمان المواشي بقية اللاعبين دخلوا بحسب ما سمعت قبل قليل سيتجه مجموعة من اللاعبين الآن مع رئيس النادي إلى مقف النادي الاحتفال مع الجماهير الأهلاوية لن يتجه إلى أي مجموعة من اللاعبين سيتجهون الآن إلى مقف النادي للاحتفال مع الجماهير التي ملأت مقف نادي الأهلي في شارع الصحافة نحن الآن بانتظار الكابتن مهند عسيري اللي إنهاء مقابلة مع أحد القنوات وبعدها سنظهر معك إن شاء الله طيب طيب نايف إذا متى ما كنت جاهز بنرجع لك ونتمنى أيضا الزملاء أنهم يوافونا باحتفالات الأهلاويين إذا كان بالإمكان في مقر النادي الأهلي إذا كان هناك خلال ثانية هذه الحلقة وراح نغطيها إن شاء الله في البرامجنا الأخرى تركي خلنا نحكي عن الشكل العام للأهلاويين كنا نشوف الدوري لا فريق عنده شخصية فارضها اليوم كنا نشوف فريقي سير مبارات أحيانا ليش؟ صحيح يعني أول شيء الأهلي والنصر ترى معذرين في هالمباراة لأنه الدوري كان طويل كان مرهق على كل الفرق وخصوصا على النصر بس كان أنهم شاء ركبت الريح أوبي بس أنه خلاص الإرهاق إذا وصل للفريق يعني ما تقدر خصوصا الإرهاق الدهني أنت قاعد تفكر حتى معسكرات الخارجية أنا كنت ضد فكرة معسكرات الخارجية لأنها ترهقك حتى في قصيرة دخلك في جو المباراة النهائية قبل بسبوع أو عشر أيام فنعتقد أن هذا أيضا بداية المباراة كان لها علاقة في هذا الموضوع طيب الروح النايف مرة ثانية نايف أهلا بتالبي جانبي مهند عسيري كابتن في البداية نبارك لك حققت الثنائية اليوم أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم هذا نعمة من الله نحمد الله نشكره عليها وما زننا فريق بطل يعني ما يحتاج كابتن اليوم تغلبت على الصعوبات ظهر النصر بشكل مميز اليوم لكن حققته في الأخيه البطولة تعال سلمان فزي ما أنت شايف الحمد لله ربنا اليوم أكرمنا نحمد الله ونشكره يعني وحاب أشكر الدكتور برايم الصيني ورئيس النادي أبو هليل لأن جملا الرجال بصراحة بيوقف مع اللعيب يعني بصراحة اللي هو الدكتور برايم الصيني والله ما قل لي أطلع هو ما يقمع يعني ما يحب بعد يتكره في الإعلام كيف كانت توجيهاتها لكم النفسية والله والله بصراحة إن شاء لعنا لضغط كبير يعني بصراحة يعني الثاني قربك يعني من رب العالمين يعني يخلي بزبدة تنزل الملعب مروق طيب كبتن صام اليوم فيه اشتباك بينك وبين أحمد الفريدي طبيعي يعني يصير في الملعب طبيعي وش السمم كبتن عادة احتكاك طبيعي يعني عادة في الملعب كل شيء يصير في الملعب برا الملعب حنا أخوان يعني وانا أعتذر له عادي وانا أعنده مشكلة شكرا كبتن شكرا عافو حليلي بتال طبعا مهند عسي آخر لاعب في أرضية الملعب لأن جميع اللاعبين حتى الإضاءة بدأ بالنسبة للنصراوي ما في أحد في الملعب ما فيه في الغرف غادروا الملعب تماما ما نقدر ناخذ أي ردة فعل من جانبهم نهائيا بالتال نهائيا لا يوجد أي لاعب أو مسؤول نصراوي حتى الجميع النصراوية غادرت شكرا بعد نهاية التتويج مباشرة اتجه اللاعبين إلى غرفة الملابس شكرا شكرا نايف وإذا كان فيه مستجدات أو انتقلت لموقع احتفالات النادي اللي براح نكون معكم شكرا نايف شكرا لكل زملاء اللي معاه كلهم محمد دماس وإحمد الرائقي وفهد شهري ورياض المسلم بندر العمر نايف ثقيل وزملاء الطواقم الفنية اللي معهم أي مسجدات راح نكون معكم في الملعب عافوا عن مقاطعك كابتن خلنشوف لقاطات المبارات ونتكلم على موضوع كابتن الرتم الأهداء أو خلينا نقول المنخفض لدى اللاعب في التنافس على الكرة في هذه المبارات بذلك تحديدا صحيح أول شي طبعا الرطوبة كانت واضح أنها عامل عميلها في اللاعبين واضح من البداية من تقريبا دقيقة عشرة نشوف كثير من اللاعبين واضح أن نفسهم انقطع في المبارات لكن اللي يساعدهم أيضا أنهم يكملون المبارات بشكل يعني على الأقل 90 دقيقة بشكل مقبول المبارات ما كانت سريعة لو كانت المبارات سريعة وفي واحد من الفريقين كان سريعة كان شفنا عدد كبير من اللاعبين اللي تعرضون للشد أو يكون عندهم عياء في نقطة مهمة أريد أن أتكلم فيها عن موضوع الفريدي يعني ما أريد أن يقصون على أحمد الفريدي على الطرد أو تعرف إحنا دائما نحب المثالية ونحب ذلك الأشياء لكن اللاعب ترى تعرض لي مرتين رباط صليبي وعندها كير من المشاكل يعني مش مهم أنها تنزل يعني توصل لها الدرجة أي يعني أقصد أنه يعني تعرض لإصابتين والإنسان لما يمر بتجربة بالذات الرباط صليبي يعني يخاف من أي احتكاك مع أحيان غير مبرر غير مبرر ولكن ما أريد أن الناس تأخذها يعني بمعزل عن الموضوع وتكبر الموضوع يا أنا أعجبني مهند وكلام مهند يعني قمة الروعة هذا في كرة القدم تحصل الأشياء هذه ما كان فيه يعني شيء خارج أنا معك يعني تهور ولكن يقبل ما أقولك أنه يقبل التصرف ولكن ما أود أن نستصرف أن نحن نبالغ في ردة الفعل فتكون أنك تقضي على اللاعب ولا تبدأ تتكلم عن المثالية ولا تبدأ تخرج الموضوع عن الإطار الرياضي حمزة النصراويين كثير طالبوا بأنه يدخل السهلاوي أنه مايقا على سبيل المثال الآن رأي كابتن تركي أنه مايقا ما كان شيء في المبارا كان لازم ينزل السهلاوي بصراحة السهلاوي اللاعب مهم حتى لو ما كان عنده حساسية مبارا وغاية فترة طويلة هو لعب هداف قادر أنه يستغل أنصاف الفرص حتى لو ما قدم موسم جيد لكن تبقى عملية رجعة اللاعب الهداف خاصة لما يكون نجم كبير من خلال المباراة الكبيرة المشكلة اللي كان الصادف كان يده بعد تغييراته الصحيحة في الفريد ويحلي الشهري هو عملية إصابة عبدالله العنزي فمن الصعب أن المدرب يشوف حارس مع كل كرة يسقط على الأرض ويديك أنه هو مصاب من الصعب أنك أنت تاخد قرار لأنه في الأخير لو وصيب الحارس وانتدت المباراة لشواط إضافية أو حتى وصلت لركلات ترجيح حدف الأهلي جاء في وقت متأخر جدا قرار صعب جدا بعد كده عمره ساوي وصيب واضطر أنه يغير مدافع حتى الثلاث إجباري إجباري فهذه ما تلوم فيها أحيانا ما تكون محظوظ سمعتلي في نقطة مهمة بتكلم فيها اللي هي الدور اللي أشار فيه مهند بالنسبة لوجود أخصائي نفسي مع الفريق أحيانا من بداية الموسم نحن محتاجين لأن كرة القدم أصبحت علم الآن تحتاج فيه جوانب أخرى تساعدك ما أصبحت كلها مهارة أو جانب لياق لا فيه أدوار خفية تهنيمية للطاقم للطاقم الفريق الذي يكون موجود هذه الأشياء اللي نحن نكملنا أن تكون موجودة في الكرة السعودية لأنه هذا تطور من عملية الكرة السعودية بشكل كبير جدا صحيح تركي ملي أدار المباراة أفضل غروس أو كانيدا والله يعني غروس بكل تأكيد كان وضع أفضل لأنه ما بدأ أدار المباراة إيه ما بدأ بداية غير جيدة فما كان يحتاج أنه يغير تغييرات كثيرة يعني ترى غروس حافظ على فريقة رغم أنه وبدأ بشكل غير جيد يمكن لو كان الفريدي بادي أو حتى يحيا واحد منهم على الأقل كان محتاج للتغييرات اللي بين الشوطين واللي بداية الشوط الثاني كانيدا غروس كان محتاج يعني أنه المباراة تمشي ما عنده مشكلة حتى لو تسعين دقيقة وشفنا حتى تمبارياتها مع الهلال ما كان يغير لم يكن المباراة ماشية لأنه بادي بداية وهذا الفريق المتوقع بالنسبة للفريق الأهلي لذلك المباراة مشت من مصلحتها إضافة لأنه عنده يعني سلاح عمر السومة عمر السومة ينجح أي مدرب ما أعتقد أن هذا لا علاقة في غروس بشكل كامل أو المعدار المباراة دائما مستعد أنه يسجل وهذه ترى ميزة مش بسيطة أنه اللعب حتى تسديداته حتى لما يكون موجود أي كرة تحسنها خطيرة الفاولات اللي يسددها هذه مهارة لاعب وقدرة لاعب أنه يفوز فريقة أكثر منها تحكم على العكس أنا أعتقد أنه يعني إذا بننظر لموضوع أنه أخراجه للمقهوي ما كان جيد لكن تتمنى أنه يخرج ماركينو بدل ما يخرج المقهوي ولكن لما يكون عندك السومة حتى لو كان مدرب عنده أخطاء حتى لو كان الفريق مش في أحسن حالاته ممكن عمر السومة يفوزك في البطولة جميل كابتن إشكان ينقص النصر عشان يفوز؟ الإيمام بقدراته منه مقادرين ينهو المباراة النصر أكتفى في الشوط الثاني في التوقيت المناسب اللي كان بالنسبة توقيت مناسب في الشوط الثاني في الأوقات الأصلية أنه تنهي المباراة هذه الثقافة أحيانا تغيبها اللعبين وليس فقط النصر وما يكون عندك وقت أنت سيطر على المباراة هذا أحسن وقت أنك تنهي المباراة فيه النصر لو كان عنده الشخصية بشكل قوي أو عنده رأس حربة هداف فوارق الفردية برضو الأشياء الفردية ما كانت قوية عند النصر النصر كان جيد في استحواز الكرة لكن في عملية إنهاء الهجمة أو خطورة التسبيب خطورة ما كان متفاعل معها بشكل كبير الكرات الثابتة الكرات العرضية جميل يعني ما يكون عندك مهاجم زي نايف هزازي اعتماده بشكل كبير على الكرات العرضية العالية ما استغلها يعني أنا بالنسبة لي صحيح لو تكلم حتى المدربين بصراح المدربين اليوم ما حد دار المباراة بشكل جيد يعني لا كان نيدا دار المباراة بشكل جيد في الشرطة الأول ولا قرس دار المباراة في الشرطة الثانية بشكل جيد كانت هي كلها أغلبها مجهودات لاعبين بشكل أكبر أو هي لحداثة دارتها أو هي لحداثة دارتها أو لحداثة بالضبط وبالإضافة إلى إمكانيات لعبين إمكانيات لعبين النصر ساعدتهم في السيطرة في وسط الملعب وإمكانيات لعب الأهلي ساعدتهم في حسم المباراة والنتيجة لفريقهم موسم كل بطولاتها مستحقة حمزة؟ ذهبت لمن يستحقها؟ بصراحة بشكل كبير في التوقيت الأهلي كان نجم الموسم بكل ما تعنيه كلمة فنيا متعة بصراحة روح الفريق حتى في التعامل حتى مجلس الإدارة رئيس النادي بصراحة أعطانا شخصية محبوبة جدا متواضعة بسيطة قريبة من اللعبين تخذ قرار دخول طارق كيال للفريق والتوقيت كان مناسب استمرار بلعبين وتغيير اللعبين هذه الأشياء كلها كانت إدارة رائعة كان فريق متكامل نتكلم عن الموسم بعد الحلقة مباشرة سنزل استفتاء في المرمى السنوي الرابطة راح يكون على حسابات العربية الرياضية وحتى غير الرياضية وعلى حسابات برنامج فنور مشاريع يكون فيه ستعرض النتائج يوم الثلاثاء المقبل تركي في إيجاد سريع أيضا الموسم ناجح؟ جدا أنا أعتقدنا من المواسم الرائعة اللي كان في إثارة خصوصا في بطولة الدولة أنا أعتقد الدولة السنة هذه من أمتع البطولات كان فيها تنافس كبير استحق الأهلي الفوز وتنافسه مع لها كان رائع شارك في الاستفتاء أكيد بتشارك حمزة أكيد بتكونوا نضيتها يوم الثلاثاء شكرا حمزة شكرا تركي مبروك لكل المتفوقين في الموسم الرياضي السعودي الذي ختم للتو أمام رجل البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نحن نتوقف ثم نعود لنقرأ قرارات الحكم والمونديالي خليل جدل